ليلة دامية أخرى تشهدها الضفة الغربية وتحديدا مخيم جنين هذا المخيم الذي لا تتعدى مساحته 1 كم مربع ويسكنه 10 ألاف نسمة قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم هذه الليلة لتنفيذ عملية اعتقال وكما جرت العادة مقاتلون فلسطينيون اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية وحاولوا منعها التوغل داخل المخيم هذه الاشتبكات العنيفة التي جرت داخل المخيم أصفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح المواجهات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المخيم في مدينة قلقيلية بسبب التضييقات الإسرائيلية الكبيرة والملاحقات الأمنية هناك مثجر في قلقيلية كان قد من باب الطرفة كتب أنه سيفتح فرعا له جديد في غلاف غزة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافة اقتحمت المدينة وقامت بهدم المتجر وقتلت شابا فلسطينيا وكتبت على المتجر علقت يافطة على المتجر هذا المتجر يدعم الإرهاب وهذا يظهر حجم الملاحقات الأمنية وحجم التجديدات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية في هذه الأيام هذا يضاف طبعا إلى تجديدات الموضوع على الحواجز على مداخل المدن وعلى مراقبة ما يكتبه الناس على منصات التواصل الاجتماعي ليليا هناك اعتقالات تقدر بمائة معتقل عدد معتقلين وصل إلى نحو 1600 فلسطيني وهذه القضية أصبحت مطار جدل كبير ومطار اهتمام كبير من الشارع الفلسطيني بسبب عدم وجود أخبار عن حال المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية نتحدث عن أكثر من 6500 إلى 7000 معتقل حتى أنه لا يوجد رقم لأن الصليب الأحمر لم يستطع التواصل مع مصلحة السجون ولا يسمح له حتى هذه اللحظة بالوصول وبالتالي إلا الأرقام ولا المعلومات ولا حال الأسرة معروفة لدى الفلسطينيين حتى هذه اللحظة تابعنا لقطات مصورة لتوزيع أسلح على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إضافة إلى ذلك تدريب بعضهم على إطلاق النار ما الوسائل المتوفرة لدى الفلسطينيين في الضفة للدفاع عن أنفسهم عبد الحفيق؟ داخل المدن الفلسطينية مثل جنين نابلس قلقيليا وغيرها أصبحت تنشأ بؤر وخلايا مسلحة من شبان ناشطين سواء من حماس أو فتحة والجهاد أو حركات أخرى هؤلاء الشبان يمتلكون أسلحة رشاشة محلية الصنع يصنعونها بشكل محلي داخل الأراضي الفلسطينية هي أسلحة بداية وأيضا عبوات ناسفة بداية الصنع هذا داخل المدن وعادة ما يواجهون فيها القوات الإسرائيلية العسكرية أو النظامية التي تقتحم هذه المدن بالنسبة للقرى والأرياف تعتبر جريمة من يمتلك أي قطعة سلاح وبالتالي عادة القرويون والمزارعون يدافعون عن أنفسهم بالحجارة وزجاجات الفارغة وزجاجات الحارقة هذه الوسيلة الوحيدة بينما على الطرف الآخر كما ذكرت حتى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يوم أمس دعا الإسرائيليين للتسلح وقال يجب على كل إسرائيلي أن يدافع عن نفسه وبن قفير يواصل توزيع الأسلحة والرشاشات الألية على المستوطنين نتحدث عن نصف مليون مستوطن عن كتلة ضخمة عسكرية موجودة داخل الضفة الغربية من المستوطنين يواجهونهم مزارعين بالحجارة وزجاجات الفارغة وما إلى ذلك وأيضا حتى المستوطنين مدعومين بالجيش الإسرائيلي الذي على تم يرافقهم ويؤمن انسحابهم عند تنفيذ أي اعتداء ترجمة نانسي قنقر